موسيقى السلام عليكم وهنا بكم في هذا العرض الإخباري المباشري على الأولى إليكم أبرز عنوين التزام دائم وموصول للمملكة المغربية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتأكيد متواصل من جلالة الملك رئيس لجنة القدس على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية السلطات المغربية تستنكر بشدة محاولة هي من رايت سووتش اليائسة نيلة من كل النجاحات التي حققها المغرب لتعزيز وحدته الترابية واستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية موسيقى الاستعدادات لحملة التلقيح لدفيروس كورونا ببلادنا بلغت مراحل جد متقدمة توجت بإجراء تداريب ميدانية والسلطات العمومية تقتني 65 مليون جرعة لإنجاح العملية موسيقى أهلا بكم على الدوام شكلت القضية الفلسطينية قضية مركزية تحظى بدعم والتزام موصول من المملكة المغربية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتأكيد متواصل من جللة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين وعلى التشبث بالمفاوضات سبيلا وحيدا للوصول إلى حل لهذا الصراع محمد ريضا لبيدي وحياة فخري القضية الفلسطينية قضية كل المغاربة التزام بنصرتها كان وما يزال راسخا دائما وموصولا وموقف ثابت أساسه حل الدولتين المتوافق عليه دوليا وتشبت بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للوصول إلى حل نهائي وشامل لهذا الصراع موقف تناولته رسالة ملكية إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن وأعلان مشترك توج زيارة الوفد الأمريكي لإسرائيلي لبلادنا عنوانهم الأبرز دعم موصول للقضية الفلسطينية ودفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني موقف المغرب الذي أكد عليه صاحب الجلالة من خلال تواصل بيانه مع رئيس الفلسطيني موقف تابت متوازن أبدي مصامر في علاقة بالقضية الفلسطينية موقف يقوم كما أكد على ذلك صاحب الجلالة على حل الدولتين من أجل إنهاء صراع دام بشكل طويل هذه القضية بالنسبة للمغرب هو دائما الدفاع عن حل الدولتين وكذلك المفاوضات من أجل تحصين حقوق الدولة الفلسطينية كدأبه ودأب أسلافه من قبل جلالة الملك رئيس لجنة القدس يضطلع بمهمة صيانة الهوية التاريخية العريقة لهذه المدينة المقدسة وحماية طابعها الإسلامي وحرمة المسجد الأقصى لجنة القدس التي كانت رأسها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله منذ سنة 1975 وعد ذلك جلالة الملك محمد الساديس نصره الله والتي أبانت من خلال جميع محطاتها من خلال هذه الرئاسة على أن القدس لا يمكن أن يزيد أي شخص مهما كان على حب المغاربة لها وإيمانهم بقضيتها وعدم تنزلهم عنها بأي حال من الأحوال التزام ثابت بنصرة القضية الفلسطينية سيتعزز بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل معطن من شأنه خدمة السلام في المنطقة وتحسين أمنها الإقليمي لا بد أن ندرك أن هذه الإحياء العلاقات بين المغرب وإسرائيل من شأنه أساساً أن يخدم القضية الفلسطينية من شأنه أن يدعم الموقف المغربي كمفاوض دمي صداقية تجاه إسرائيل وبالتالي كمفاوض يمكنه أن يدفع بالقضية الفلسطينية إلى الواجهة من أجل فرض تقاربات القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية واقع يؤكده التاريخ وحقائق لا تقبل الجدل مفادها أن ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبداً لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني التزام لا يوازيه سوى انخراط مغربي بناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط وعلى امتداد التاريخ شكل اليهود مكوناً أساسياً للهوية المغربية يهود مغاربة ظلوا يمارسون طقوسهم الدينية بكل حرية وفي أمن وأمان وهو ما يشكل مفخرة لهم بالانتماء لهذا الوطن أمين علام المعتصم بالله البوزاوي وعب الحنين جميه إلى هذا الكنيس العريق والواقع بحي جيليز بمدينة موراكو يصل فريدريك ميارا وزوجته وطفلتهما الصغيرة لأداء الصلاة وهو الذي التحق بمدينة موراكو سنة 2010 في هذا الكنيس احتفل بزواجه ويحرص على زيارته كلما سمحت الظروف لذلك للتعبد وأداء طقوسه الدينية وإحياء الاحتفالات التي تخلدها الطائفة اليهودية بالمدينة الحمراء في أمن وأمان يوفر لهذه الطائفة الأجواء المناسبة ليعيش حياتهم الطبيعية كما عاشها من قبل آباؤهم وأجدادهم لدينا أصدقاء من موراكوش من جميع الأصول وجيراننا أكثرهم مغاربة وأغلبهم مسلمون نتشارك منذ سنوات الأطباق نرسل لهم ونستقبل منهم بشكل نعسيادي بفضل الله نعيش وأوقات ساعدة هنا بموراكوش فيما يخص الحياة هنا لدينا كل ما نحتاجه مجمع رائع وطائفة جد متسامحة إلى جانب فريدريك وأسرته يتوافد على هذا الكنيس العديد من اليهود المغاربة لأداء الصلاة وإشعال الشموع والدعاء بدوام الأمن والاستقرار لهذا البلد الذي احتضنهم تختلف قصص منشأ كل واحد منهم لكن يجمعهم حب الوطن والاعتزاز بالقواسم المشتركة التي وثقت على مدى التاريخ علاقاتهم بالمغاربة المسلمين تختلف قصص منشأ المغاربة المسلمين قبل كوني يهودي أنا مغربي وهذا ما أقوله دائما روابط الأخوة تجمعنا بالداخل صورة للمالك حفظه الله وصورة أخرى أعلقها حتى في بيت العائلة بمدينة موريال لكي أعبر عن حبي لهذا البلد ولناسه على مر التاريخ شكلت المملكة المغربية فضاء مناسبا للتعايش بين المسلمين واليهود في احترام تام لخصوصيتهم ووفرت الحماية اللازمة لأماكن العبادة والمزارات التي يحج إليها سنويا مئات اليهود من مختلف أنحاء العالم مفتخرين بأصولهم المغربية وبانتمائهم لهذا الوطن السلطات المغربية تستنكر بشدة محاولة هيومن رايتس ووتش اليائسة النيلة من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا وديبلوماسيا لتعزيز وحدته الطرابية واستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية والتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية حيث أفادت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها أن السلطات المغربية علمت بصدور بلاغ للمنظمة بتاريخ الثامن عشر من دجمبر الجاري يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الطرابية للمملكة المغربية هدام سهل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تقول في بلاغها أن السلطات المغربية علمت بصدور بلاغ لليومن رايتس ووتش بتاريخ ثامن عشر دجمبر الحالي يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الطرابية للمملكة المغربية وتطورات الإيجابية التي عرفتها مؤخرا وهو البلاغ الذي لجأت فيه هذه المنظمة كعادتها إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإدفاء طابع حقوقي على خطابها ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بدوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وأضافت المندوبية أن السلطات المغربية ترفض رفضا تامن تبني هيومن رايتس ووتش لأطروحة الأطرف المناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابطي بين المغرب وموريتانيا بمنطقة القرقارات الذي جاء بعد استنفاذ جميع المساعي بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر وهي الخطوة التي حضيت أيضا بالدعم المطلق للمجتمع الدولي وسجلت المندوبية أن ما يؤكد الطبع السياسي لبلاغ المنظمة هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية مبرزة أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة سبعة وألفين للأمم المتحدة حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذوم صداقية وتضيف المندوبية أن هذه المنظمة تقدم وقائع على غير حقيقتها حيث كان أحرى بها أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمال للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال متجاهلة في نفس الوقت حملة تجنيد الأطفال بمخيمة تندوف استغلالهم في الدعاية للحرب والتحريد على الكراهية توظيفها المغلوط للتدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي الوباء من أجل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة وخلص بلاغ المندوبية إلى أن دعوة هيومن رايس ووتش تخويل المينورسو صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقالم الجنوبية للمملكة بذريعة أن باقي بعثات السلام في العالم تطلع بهذه المهمة لا يعد أن يكون ترويجا لمغالطات موضحة أن مراقبة حقوق الإنسان منطة فقط بسبع بعثات السلام من ضمن 14 أو في بلدان أو مناطق نزاع تعرف جرائم تدخل في نطاق القانون الدولي الإنساني وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان مذكرة بأن مراقبة حقوق الإنسان بالأقالم الجنوبية موكولة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة أشادت بدور لجانها الجهوية بصحراء المغربية قرارات متتالية لمجلس الأمن وآخرها القرار 25-48 المعتمد نهاية أكتوبر الماضي في موضوع آخر فدى وزير الداخلية في بلاغ تذكيري بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في لوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم المراجعة السنوية الجارية ستنتهي يوم 31 دجمبر الجاري وأذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في لوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا بما في ذلك بلوغ سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سبلغون هذا السن في الواحد والثلاثين من مارس 2021 والناخبات والناخبين الذين قاموا بتغيير مكان إقامتهم الفعلية أنه يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم أو طلبات نقل تسجيلهم قبل انصرام الأجل المذكور إما مباشرة لدى مكاذب السلطات الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية أو عن طريق الموقع الإلكتروني ومجهة أخرى ذكر وزير الداخلية المهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري غير المسجلين في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل بمناسبة المراجعة السنوية الجارية لهذه اللوائح ستنتهي أيضا يوم واحد وثلاثين دجمبر الجاري أما في جديد الحالة الوبائية ببلادنا فقد تم بالأمس تسجيل ألفين وستمائة وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وألفين وثمانمائة وثلاثة وثلاثين حالة شفاء وأربعة وأربعين حالة وفاة بمؤشر إصابة يبلغ سبعة فاصل ثلاثة لكل مئة ألف نسمة فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تطلق العلاج حاليا ثلاثين ألفا وست حالات كما وصل العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحارجة إلى ثمانمائة وستة وتسعين حالة والاستعدادات لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا ببلادنا الجارية وبلغت مراحل جد متقدمة توجد بإجراء تدريب ميدانية عمت كل المحطات المعدة لها والسلطات العمومية عملت على اقتناء خمسة وستين مليون جرعة من لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني سعدادا لحملة التلقيح والتي تسهدف حوالي خمسة وعشرين مليون شخص تقرير حنان أرسل انطلاقا من الرعاية الملكية السامية لضمان ساحة المواطنين وسلامتهم تم اعتماد مجانية التلقيح ضد فيروس كورونا وهكذا اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتدبير عملية التحصين ضد الفيروس واستعدادا لحملة التلقيح أعلنت الحكومة أمس عن اقتناء خمسة وستين مليون جرعة من لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني لفائدة خمسة وعشرين مليون شخصا وستعطى الأولوية للعاملين في قطاع الصحة والسلطات العامة والأمن والتعليم وأيضا فئات المسنين وذوي الأمراض المزمنة في مرحلة أولى ولإنجاح عملية التلقيح تم إجراء تدريب ميدانية عمت كل المحطات المخصصة لها كما تم اعتماد نظام معلوماتي لتخزين المعلومات بشأن المستهدفين وتتبع حالتهم الصحية بعد التلقيح تدابير عملية ومنهجية لمواكبة بلادنا لكل المستجدات العلمية والمخبرية الخاصة بمحاربة هذا الفيروس الذي أصاب حوالي أربعمائة أو خمسة وعشرين ألف مواطن وأدى إلى أزيد من سبعة آلاف حالة وثاة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط الدكتور ياسر غرباوي طبيب اختصاصي في الأمراض التنفسية دكتور أهلا بك أهلا وسهلا مرحبا بك ومشاهدين الكرام أهلا وسهلا إذن دكتور بلادنا كتساعد بواحد الشكل مكتف لإطلاق الحملة دي للتلقيح واسعة النطاق وغير مسبوقة وكما تابعتم معنا الفئة المستهدفة بهذا اللقاح كتبلغ تقريب خمسة وعشرين مليون نسمة وغادي تم تلقيحها بشكل تدريجي ومجاني أنا كنت سأل معكم دكتور كيفاش ممكن لنا ننساه مجميع في إنجاحها دي الأمالية لبلوغ المرحلة دي المناعة الجماعية حقيقة المغرب كان من البلدان السباقة للمشاركة في الاختبارات السريرية التي تعملت على اللقاحات بفضل صاحب الجلال ومصره الله حاليا بالنسبة لنا إذا أرينا المواطنين يساهموا معنا وتكون المشاركة دي لهم هاد المساهمة غادي تمر بواحد العدد دي الأمور لأولا خصنا التوعية إذن غادي تكون حملات توعوية لفائدة جميع المواطنين عبر يعني جميع وسائل التواصل إحنا الأطباء والحمد لله مجندين وراء صاحب الجلالة كنعطيونا صائح لمرضى دينا كننصحوهم تقريبا يعني في المرضى اللي كنشوفه كل نهار سواء يعني في المستشفايات أو في العيادات الخاصة كنحسوا المواطنين بضرورة التلقيح وكنضن بأن المغاربة عبروا عبر التاريخ بأن من اللي كنوقف عليهم كيكونوا دائما مجندين وراء جلالة الملك وإن شاء الله ما غير خير نعم دكتور الغرباوي الأخبار كانت تناسل بخصوص السلالة الجديدة الفيروس كورونا المستجد وإحنا كنت سأل معكم فاتش شأن عن مدى إذا كانت تلقيح ضد كوفيد 19 غد يوفر واحد الحماية من هذه السلالة الجديدة أيضا بالنسبة للسلالة الجديدة الفيروسات معروفة عليهم أنهم يعني كيتغيروا من مدة المدة هذا شيء واضح في الفيروسات الآن ظهور هذه السلالة الجديدة من اللي كان نرجع يعني للدراسات اللي دارت يعني قريب ماشي بزاف الأخبار اللي عندنا وهو أن هذه اللقاحات اللي وجدنا الآن ما غاديش تأثر بهذه السلالة هذه وكن نظن بأن النتائج غادي تكون مزيانة وما غاديش يكون إشكال نعم دكتور ياسر غرباوي طبيب اختصاصي في الأمراض التنفسية كنت معنا مباشرة من مدينة يارباط نشكرك على كل هذه التوضيحات وحملات التلقيح متواصلة في عدد من دول العالم للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه خاصة مع ظهور السلالة الجديدة حيث بدأت أمث ثلاث دول في أمريكا اللاتينية التلقيح بعد توصلها بالجرعات الأولى زكياب القاس المكسيك من بين الدول التي أطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والمستفيدون العاملون في المجال الصحي وفي الوقت الذي اختارت فيه الأرجنتين تلقيح مواطنيها باللقاح الروسي استقر اختيار المكسيك على لقاح فايزر بيونتيك أشعر أنني متوترة قليلا لكنني سعيدة إنها أفضل هدية يمكن الحصول عليها في عام 2021 وهذا يعني أنه يمكن المضي قدما الآن بمزيد من الأمان في هذه الحرض عدو لا نرى الشيل بدورها سعت إلى تلقيح العاملين في الصفوف الأمامية وكبار السن وتستهدف عملية التلقيح حوالي خمسة ملايين شخص في الأشهر الثلاثة القادمة أما بأوروبا وتزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد دخلت إيطاليا مرحلة جديدة من القيود لمواجهة تفشي الوباء وبدت العاصمة روما شبح خالية بعد قرار السلطات الحد من التنقلات والتجمعات العائلية ويستطلع الجميع في أوروبا إلى بدء حملات التلقيح بدول الاتحاد الأوروبي يوم الأحد القادم كما يرتقب أن تتسلم تركيا من جهتها الدفع الأولى من لقاح سينوفاك الصيني حيث أظهرت التجارب الأولية على أزيد من سبعة ألاف وثلاثمائة متطوع بسوركيا فعاليته بنسبة 91% بالعودة للخبر الوطني للشباب مشاريعهم الواعدة في العديد من المجالات من بينها القطاع الفلاحي بقليم خنفرة اختار عدد من شباب المنطقة الانخراط في نشاط زراعي مرتبط بتثمين سلسلة اللوز مشروع يندرج في إطار الدعمة الثانية لمخطط المغربي الأخضر من الجماعة ترابية تغزار بورتاج ريد عماو وأمين الشرقاوي بين جبال الأطلس المتوسط وعلى بعد 35 كم من مدينة خنفرة تتواجد هذه الضيعة الفلاحية بالجماعة الترابية تغزى هم فلاحون شباب بهذه التعاونية الفلاحية والتي يرتكز نشاطها على زراعة أشجار اللوز على مساحة تناهز 100 هكتار 19 منها تعتمد على التنقيض الموضعي مشروع هذا سنحاول أن نتمنع المنتجة اللوز ونفتحه على أسواق خارج المنطقة من أجل تحسين الدخل القار لمجموعة من الشباب الحاصلين على الشواهيد بالمقابل خلق مجموعة من فرص شغل للساكنة المجاورة عملية تقليم شجرة اللوز تعد من بين المراحل التي يحرص عليها فلاح التعاونية لضمان كمية إنتاج وفيرة وجودة في المرضودية تنشتغلوا على سلسلة اللوز وتثمين سلسلة اللوز نحن الآن في الضيعة تنبشروا أول أعمالنا وهي أعمال التهوية للأرض لأن تنقلبوا الأرض لتتهوى من بعد إن شاء الله تنقوموا بعمل تقليم تقليم للأشجار لتكون شجارة مهوية وتنحول ما أمكان أن الشجرة تأخذ الفورم لتعاونها لتكشتين عكس على الإنتاج لتعاونها بكلفة مالية بلغت ستة ملايين درهم تم إنجاز هذا المشروع الذي تم تمويله في إطار الدعام الثانية لمخطط المغرب الأخضر مشروع واعد وبأفاق مستقبلية تاروم تثمين سلسلة اللوز بالإقليم حيث سيساهم في تحسين مداخل الفلاحين الشباب بالمنطقة والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاشتماعية وينضم إلينا مباشرة سيد عزيز لفضي رئيس المصلحة الإقليمية لتفعيل الاستشارة الفلاحية بخنفرة أستاذ بعد التحية كم تبلغ المساحة المخصصة لزراعة أشجار اللوز بإقليم خنفرة؟ أولاً كنشكركم على الاستضافة بالنسبة للمساحة المخصصة لأشجار اللوز في إقليم خنفرة فهي نسبياً ضعيفة بحيث ما كانت جوشي 600 هكتار والسبب اللي كون القطع الفلاحي في الإقليم كي يعتمد أساساً على زراعة الحبوب اللي كتشكل كتغطي كتر من 60% من المساحة الصالحة الزراعة وطربية المشهية وخاصة الغنم وكما كان قولوه الكسيبة والأشجار ما كيتلاقوش ورغم أداء فنحنا كان قوموا بمجهودات من أجل الرفع من هذه المساحة هذه بحيث تمت برمجات مشاريع غادين غرصوا فيها إن شاء الله أكثر من 2000 اكتار في الإقليم في استنوعات القليلة القادمة إن شاء الله إذن أساد لفدي كيف يمكن لهذا النشاط الزراعي أن يساهم في تعزيز التنمية الفلاحية والاقتصادية بالمنطقة وكيف تستشرفون الأفاق المستقبلية بالنسبة ل هذا النشاط الزراعي بالإضافة إلى إن شائطة زراعية أخرى كنقوموا بتشجيع ديالها على مستوى الإقليم فهي غادي تساهم أولا في تنويع المنتوج النباتي ديال الإقليم وما نفقاوش نعتمده غير على زراعة ديالحبوب ثانيا القيمة المضافة ديال هذا النشاط الزراعي اللي هو اللوز اللي كتجاوز القيمة المضافة دياله 20 ألف درام في الهكتار بالعكس ديال الزراعة ديال الحبوب للهكتار في أحسن الأحوال ما كيفوت شيء 5000 درام الهكتار ثالثا وهي خلق فرص شغل الشباب ديال المنطقة فالهكتار الواحد ديال اللوز يمكن يخلق أكثر من 100 يوم عمل في السنة بالعكس ديالهكتار واحد ديال الحبوب فعدد الأيام العمل اللي يمكن يخلقها ما كتجاوز شيء 15 في السنة نعم سيد عزيز نسبة الأفاق المستقبلية نعم تفضلوا سيد نسبة الأفاق المستقبلية نسبة الأفاق المستقبلية فإحنا نرى أنه على مخطط الجيل الأخضر اللي هو استمرارية ديال مخطط المغرب الأخضر فالإقليم قدم واحد العرض مهم ومتنوع كي يشمل جميع مكوينة السلسلة الفلاحية الإنتاج التثمين والتسويق بالإضافة إلى الأنشطة الأفاقية اللي منها لاستشارة الفلاحية وذلك لمواكبة وتقطير الفلاحين إن شاء الله اللي غير يستفدو من هذه المشاريع نعم سيد عزيز لفضي رئيس المصلحة الإقليمية لتفعيل الاستشارة الفلاحية بخنيفرة شكرا لك على كل هذه المعطيات نتحول صوب إقليم الرحامنا ومبادرة طبية لدعم الفئات في وضعية هشة تم خلالها توزيع للمعدات الطبية من كراسي متحركة ونظارات وأجهزة سمعية استفاد منها 686 شخصا من أبناء المنطقة روبرتاج خديجة الجمالي وعمر جليدي معدات وأجهزة طبية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة والأشخاص ذوي الأحتياجات الخاصة تعزيزا للتعاون والتضامن الاجتماعي النسخة الثانية من توزيع المعينات التقنية والأجهزة التعويضية وكذلك السماعات والنظارة الطبية لفائدة الأشخاص المنحدرين من أسر معويضة وبهدف تقريب الخدمات الصحية من الساكنة تم تسليم وحدتين طبيتين متنقلتين بغلاف مالي قدره 500 ألف درهم مولت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبادرة بدعم مادي ومعنوي استفاد منها حوالي 686 شخصا مبادرة تضامنية تقدم دعما ومواكبة صحية لفئات واسعة من ساكنة إقليم رحمنا هي تتويج لشراكة متالية بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي المصالح المعنية وبإقليم بولمان أشغال يوم إعلامي بشأن قطاع التربية الوطنية في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز العرض التربوي والتعليمي بالمنطقة حنان أرسلان وأحمد الفضلي بحضور كل الفعاليات والمصالح واللجان المعنية بتفعيل ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عقيد هذا الاجتماع على جدول الأعمال تثمين الرأسمال البشري الذي تنص عليه المبادرة في مرحلتها الثالثة إن شاء الله سيكون مقاربة عملية للرفع بمستوى التربية في هذا الإقليم هذا وهي الرافعة التي في النهاية سيكون استغلال جميع المؤهلات للتنمية اليوم سيكون جلسة عمل لفتح ورش جديد يتعلق بالدعم المدراسي في الوسط القراوي خلال هذا الاجتماع تم أيضا تقديم حصيلة قطاع التعليم خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة فاس مكناس حيث تم إنشاء وتحديث العديد من المؤسسات المدرسية ودور الطلبة فضلا عن إحداث مؤسسات التعليم الأولي نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها انتزام دائم وموصول للمملكة المغربية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتأكيد متواصل من جلالة الملك رئيس لجنة القدس على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية السلطات المغربية تستنكر بشدة محاولة هيومن رايتس ووتش اليائسة النيلة من كل النجاحات التي حققها المغرب لتعزيز وحدته الترابية واستغلالها المكشوفة لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية الاستعدادات لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا ببلادنا بلغت مراحل جد متقدمة توجت بإجراء تداريب ميدانية والسلطات العمومية تقتني خمسة وستين مليون جرعة لإنجاح العمل شكرا لكم على حسن المتابعة وألقاكم غدا بإذن الله